هل سبق لك أن رأيت موقد حطب بمثل هذا الهيكل الغريب وطريقة الاشتعال الخاصة؟ مصمم بطريقتين لإضافة الحطب قم بزيادة الحطب من الأمام وإضافة حطب صغير في الأعلى هذا التصميم يجعل من السهل إضافة الحطب أثناء الاستخدام تحضير بعض المواد القابلة للاشتعال مثل المناشف الورقية استخدم بنك الطاقة هذا لتشغيل المنفاخ اضبط سرعة الرياح على سرعة منخفضة قم بحشو بعض المناشف الورقية من الأعلى وأشعل النار فيها أضف بعض القطع الصغيرة من الخشب ثم اضبط المروحة على أقصى سرعة لها هذا النوع من الاشتعال بسيط جدا وسريع في البداية تنتج رقائق الخشب الصغيرة والمناشف الورقية بعض الدخان وبعد اكتمال الاشتعال لم يعد هناك دخان ترجمة نانسي قنقر